انتلقت قافلة طبيعة في قرية بهبيت الحجارة إحدى قرى مركز سمنود بمحافظة الغربية يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة حيث شهدت القافلة توقيع الكشف الطبيع على 840 مواطنا وصرف لهم الدواء بالمجانة كما نظمت المبادرة عدة ندوات تتقيفية للمواطنين حول التوعية وإجراءات الوقاية وتحويل 21 حالة إلى مستشفى المحل العام لاستكمال الفحوصات اللازمة لإجراء بعض الجراحات